جانب كل الأحداث الهامة في لبنان يستمر موضوع النازحين السوريين بتصدر المشهد إذ كشفت مصادر أمنية لبنانية عن استمرار الفوضى التي تزداد معها نشاط العصابات لا سيما تلك التي تنشط في تهريب البشر خاصة السوريين رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم كشفت مصادر خاصة للحدث عن ارتفاع وطيرة التهريب السوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية تسيطر عليها عصابات موالية ومؤيدة لحزب الله والنظام السوري في المنطقة الحدودية شمالي لبنان أكدت المصادر أن عمليات التهريب تحصل بالتنصيق مع فصيلة مش مش التابعة لقوى الأمن الداخلي وهي الجهة المسؤولة عن أمن منطقة جرد القيطع في عكار إذ يتقاضى آمر الفصيلة وعدد من عناصره مبلغ 10 ألاف دولار عن كل عملية التهريب مقابل تأمين الطريق التي تشرف عليه الفصيلة بموجب نطاقها الجغرافي كشفت مصادر الحدث عن مسار التهريب هذا المسار الذي ينطلق منه المهربون من الساحل في عكار وتحديدا من منطقة ببنين وسهل عكار باتجاه جرود بلدة مش مش العكارية نحو بلدة القصر الحدودية التي تقع ضمن نطاق الهرمل ليتم إدخالهم عبر معبر غير شرعي يسيطر عليه حزب الله وكان هذا المعبر يستخدم لتهريب المحروقات والمواد الغذائية لذات العصابات التي تنشط اليوم بتهريب السوريين كشفت مصادر الحدث عن تورط نائب في المنطقة نعني هنا جرد القيطع في عكار في إدارة وتغطية عمليات التهريب التي يتولاها عدد من أقاربه والعاملين معه بحسب المصادر التي ذكرت بالتقارير التي سبقت أن كشفت تورط نائب عينه في تهريب المحروقات إلى سوريا تشير المصادر إلا أن عمليات التهريب لا تقتصر فقط على تأمين دخول السوريين إلى لبنان بل تأمين خروج السوريين إلى سوريا وإعادة إدخالهم إلى لبنان وسط تخوف أمني من كشفت عنه المصادر نفسها من تهريب شحنات كبيرة من الأسلحة إلى لبنان وتحديدا إلى هذه المناطق الحدودية عند سؤالنا عن دور الجيش اللبناني في هذه المسألة وفي هذا الأمر أكد مصدر داخلي أن الجيش اللبناني يتعاون مع أهالي منطقة مشمش العكارية وهي المنطقة التي تتواجد في جرد القيطع كما ذكرنا لتوقيف العصابات إذ بدأ الجيش اللبناني بإقامة نقطة عسكرية كبيرة للغاية غير مسبوقة في المنطقة لمكافحة التهريب وضبط الأمن الذي ساهم في زيادة نشاط العصابة والعصابات كافة الخارجة عن القانون ترجمة نانسي قنقر